سؤال الخامس رأس المتلعة متساوية الساقين رأس المتلعة نبدأ بالضلع المختلف مختلف رأس المتلعة متساوية الساقين نرسم في البداية الضلع المختلف سوف اجعله القاعدة قياسه ثلاثة سنتيمتر اضع من صفر الى ثلاثة حسب السؤال هذا الضلع اسمه بسي يبقى لنا النقطة ا نجدها باستعمال البركار قياس ابي و اصي خمس سنتيمتر نأخذ القياس من المستارة الابرة في الصفر والقالم في خمسة اذا الهادية خمس سنتيمتر اضع الابرة في النقطة سي و اضع قوسا والابرة في النقطة ب و اضع قوسا تقاطع هدين القوسين هو النقطة ا يعني رأس المثلط المتساوي الساقي انتخيونج الازوسيل او ا يعني رأسه ا سوف اصل بخطين بسي مع ا هذا هو الرأس الاول ثم بمعاء الساق الثاني اذا هذين الضلعين متقايسين قياسهما خمسة سنتيمتر التمرين السادس يمثل الشكل الجانب حقلا على شكل معين حيث خصص الجزء الابيض منه لزراعة القمح الف احسب مساحة الحقل مساحة الحقل هي مساحة هذا المعين لحساب مساحة المعين نحتاج للقطر الكبير والقطر الصغير القطر الكبير هو عشرون مترا والقطر الصغير طوله اتنى عشر مترا اذا عشرون مترا مضروبة في اتنى عشر الكل نقسم على اتنى يمكن ان اختزل مباشرة عشرون هي اتنان في عشرة مضروبة في اتنى عشر على اتنى نختزل باثنان تبقى المساحة هي مئة وعشرون متر مربع بما ان الاقطار بالمتر فالمساحة بالمتر مربع يمكن ان نضربها ونقسم على اتنان كل الطرق صحيحة اذا هذه مساحة الحقل السؤال باء احسب مساحة الجزء المخصص لزراعة الحبوب زراعة الحبوب يعني زراعة القمح هذا الجزء الابيض هو الذي زرعنا فيه الحبوب اذا هذا الجزء يمثل ربع الحقل يعني هذه المساحة التي قمنا بحسابها سوف نقسمها على اربع اذا مئة وعشرون مقسوم على اربعة سوف اخفي هذا الصفر اضعوه هنا اتنى عشر مقسوم على اربعة تلاتة اذا لدينا تلاتون متر مربع نمر للسؤال تا يريد صحب الحقل احاطته بسياج حديد احسب طول السياج كل ما يتعلق بطول السياج والاحاطة فنحن سنتحدث عن المحيط اذا المحيط هو مجموع الاضلع التي سحيطه بالشكل يعني هذا الشكل وهذا الحقل يحيط به هذا الطلع 15.5 كذلك نفس القياس 15.5 15.5 و 15.5 بما انه معين للمعين اضلع متقيسة اذا هذا القياس اضربه في اربعة 15.5 تكرر اربع مرات اربعة في خمسة عشرون اربعة في خمسة عشرون اثنان اثنان وعشرون اربعة في واحد اربعة واثنان ستة لدينا رقم بعض الفاصلة نأخذ رقم بعض الفاصلة سوف نكتبه اثنان وستون مترا المحيط بالمتر لانه طول كما رأيتون طول السياج السؤال السابع مسألة تملك خياطة ستة وثلاثون مترا فاصل خمسة وعشرون مترا من التوب صنعت منها خمسة قمصان ثم باعتها بثمان خمسين درهم الفاصل تسعين للقميص الواحد كم مترا من التوب استعملت لخياطة قمص واحد اولا يجب ان ننتبه الى المعطيات المعطيات على شكل ارقام لكن خمسة على شكل حروف اذا هي معطة مهم يجب ان نستعملها اذا هذه الخياطة لديها هذا التوب يعني هذه الامطار صنعت منها خمسة قمصان يعني قسمتها كل جزء من التوب خصصته لقمص واحد بعد ذلك سوف تبيعها بهذا الثمن لكن هذا الثمن لقمص الواحد في هذا السؤال سؤال الاف لن نحتاج لثمن البيع فقط سنحتاج لطول التوب وعدد القمصة كي نعرف التوب المخصص لقمص واحد يجب ان نقسم هذا العدد على خمسة هناك طريقة اسهل للذين لا يستطيعون تحديد العملية المناسبة نستعمل تناسبية التوب باكمله طوله 36.25 متر هو صنعت منه جميع القمصان اذا نقول خمسة قمصان السؤال طلب مننا كم مترا من التوب يعني نضع علامة استفهام سحس المتر المخصص لقمص واحد يعني قمص واحد طريقة سناسبية هي ان السعمل متل حرف اكس ما هو مقابل لعلامة استفهام بشكل مائل اقسم عليه وهذين العددين بينهم عملية ضرب اذا سوف اضرب هذا العدد في واحد واقسم على خمسة يعني سأقسم على خمسة سسة وثلاثون مقصوم على خمسة سبعة سبعة في خمسة خمسة وثلاثون والباقي واحد اذا انزلنا اثنان سوف نضع الفاصلة لان اثنان اعشر اثنان عشر مقصوم على خمسة اثنان اثنان في خمسة عشر والباقي اثنان ننزل خمسة خمسة وعشرون مقصوم على خمسة خمسة في خمسة خمسة وعشرون والباقي الصفر اذا الطول المستعمل لقمص واحد هو سبعة أمتار فاصل خمسة وعشر نمر للسؤال الثاني ما هو ثمن بيع جميع القمصان كي نجد ثمن بيع جميع القمصان يجب أن نستعمل هذا الثمن هذا ثمن بيع قميص واحد إذن سوف يتكرر عدد مرات القمصان إذا استعص علينا الأمر نستعمل أيضا التناسبية نعلم أن قميص واحد إذن نكتب قميص وقربها واحد ثمن هو خمسون فاصل تسعون هذا بالدرهم السؤال ما هو الثمن يعني علامة استفهام هنا لخمسة قمصان طريقة التناسبية دائما الحرف إكس ونقسم على المقابل علامة استفهام مقابل علامة استفهام واحد يعني لن نقسم سوف نستعمل فقط عملية الضرب خمسة في صفر صفر خمسة في تسعة خمسة واربعون خمسة في صفر صفر واربع أربع خمسة في خمسة خمسة وعشر لدينا رقمين لبعض الفاصلة أضع الفاصلة هكذا إذن نكتب العملية خمسون فاصلة تسعون درهم ضربناها في خمسة أعطتنا مئتان واربعة وخمسون فاصلة خمسون درهم إذن هذا هو حل المسألة وبهذا أعزائينا كنوا قد أنهينا إنجاز هذا الفرض للمستوى الخامس ابتدائي أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وتشجيعكم مستمر سوف تجدون رابط هذا الفرض في صندوق الوصف أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر